لقاء مهم وسيكون له تأثير بكل تأكيد بهذه الكلمات وصف المبعوث الدولي الخاص بالأزمة السورية ديمستورا اللقاء الذي جمع وزيري الخارجية الروسي لافروف والأمريكي كاري في جناف وانضم إليه في وقت اللاحق الوزيران بحثا بالدرجة الأولى سبل تفعيل اتفاق التعاون العسكري والاستخباراتي بينهما في سوريا ضد الفصائل التي تصنف على أنها إرهابية فضلا عن سبل استئناف محدثات السلام بين الأطراف السورية المعنية ويأتي اللقاء في وقت تشتعل فيه جبهة شمال سوريا بين الجيش الحر مدعوما لأول مرة بقوات تركية ومسلح داعش وميليشيات قوات سوريا الديمقراطية قرب جرابلس وشمال منبج كما يأتي بعد تصريحات لافتة صادر عن مسؤولين أتراك خلاصتها أن هناك تغييرا في المشهد السوري باتجاه الحل خلال ستة أشهر نقطة التقاء جديدة في خارطة تكثر فيها التنافرات بين أكثر من طرف الاتفاق على التعاون لمحاربة التنظيمات المصنفة إرهابية وأجواء إيجابية من وراء ذلك قد تفضي إلى استئناف محادثات السلام ووقف الحرب هذا الاتفاق إن أبصر النور بين اللاعبين الرئيسيين في سوريا موسكو وواشنطن ينص على أن يتبادل الطرفين المعلومات الاستخبارية لتنسيق الضربات الجوية ضد تنظيم داعش مبدئيا ومنع قوات الجوية السورية من مهاجمة فصائل المعارضة التي توصف بالاعتدال لكن الخلافة بشأن تصنيف هذه التنظيمات لا يزال محل نقاش بين البلدين رغم تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين التي قالت إن الاتفاق في مراحله الأخيرة ومما يشير إلى أهمية اللقاء وتداعياته على ما يجري على الأرض السورية الآن وما يمكن أن يحدده في المستقبل انضمام مسؤولين كبار من البيت الأبيض وتحديدا من مجلس الأمن القومي للمحادثات بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف كيري يعتقد أن الخطة التي لم يكشف عن كامل تفاصيلها هي أفضل فرصة لوقف الحرب والبدء في عملية انتقال سياسي في البلاد مرحلة يتطلع إليها عموم السوريين وقد بات نصفهم لاجئين أو نازحين ويصبون إلى تحقيقها على أمل وضع حد لحرب سفكت دماء مئات الألوف منهم وضيعت مستقبل أجيال من أطفالهم معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي منار رشواني سيد رشواني ما هي حدود هذا التعاون العسكري والاستخباراتي بين موسكو وواشنطن برأيك؟ لا أنا أعتقد أن التعاون رغم أن عنوانه هو عسكري واستخباراتي لكن مما يبدو من دخول كبار موظفي البيت الأبيض وأيضا مشاركة المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا أن الاتفاق الذي يجري الحديث عنه هو الأبعد من أن يكون فقط استخباراتي وعسكري الاستخباراتي والعسكري أنا أعتقد هو فقط في ضوء حتى التدخل التركي هو جزء من عملية أوسع يتم التفاوض بشأنها أو التحضير لها وهي تتعلق أيضا بالجانب السياسي تتعلق أساسا باتفاق الطرفين على مفهوم عملية الانتقال السياسي في سوريا وضمن ذلك أيضا مصير بشار الأسد هذا الأمر يعني أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا خلال السنوات الماضية كانت لديهم وجهات نظر متباعدة بشكل كبير بشأن تصنيف الفصائل لأن الولايات المتحدة أيضا تنظر لكل الفصائل باعتبارها فصائل إسلامية وتلقائيا هي تعتبرها تهديد لكن المصلحة أصبحت خلال الفترات الماضية هي مصلحة من يقدم التنازلات بشأن القضايا الكبرى والنهائية لإنهاء الصراء يعني الولايات المتحدة الأمريكية اكتفت بالحديث عن فصائل معتدلة لكن كانت دائما حريصة على أن تكون هذه الفصائل في مرمى النيران الروسية ومرمى النظام وحتى جون كيري كان قد حذر عشيد تأخر مفاوضات لجنيف أن المعارضة ستواجه ثلاثة أشهر من الجحيم وبالتالي وفعلا تركت المعارضة السورية لتواجه روسيا وتركت حلب لتحاصر هذا الأمر يدل على أنه ليس هناك فجوة بقدر ما أن الطرفين يحاولان الوصول لتسوية من مصلحاتهما طيب سيد رشوني على الأقل واشنطن تتوقع من موسكو الآن وفي هذه المرحلة الضغط على نظام بشار الأسد لوقف القصف على المجموعات التي تعتبرها هي من منظورها معتدلة هل ترى بأن ذلك ممكن ما الذي تغير حتى يصبح ممكنا يعني فعلا هو هذا السؤال لأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ما هو تعريف الفصائل المعتدلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن كان يقال عن جبهة النصر التي تحولت إلى جبهة فتح الشام لكن هذا التحول أو إعلان فك الارتباط ولو من باب الإعلان وما حملت معركة حلب من تقارب شديد بين فصائل المعارضة المختلفة هذا الأمر قد يفتح الباب إما أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضغط على روسيا لأجل الكف عن قصف كل فصائل المعارضة بشكل عام ما عدا داعش أو أن يكون العكس أن الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لنقطة هي ستوافق مع روسيا على أن كل من يقترب من جبهة النصر حتى في التواجد الجغرافي ناهيكي عن التنسيق الميداني هو هدف مشروع وهذا الأمر سيعني استهداف فصائل المعارضة بشكل عام وأنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمانع بهذا الأمر لا سيما إن صح التقدير أو التخمين بأن هناك خطة سياسية كاملة يجب فرضها على المعارضة وأنا أعتقد هي مسألة فرضها على المعارضة وليس على النظام لأن بشار الأسد هو خاضع الآن لروسيا وإيران ولا يمثل تهديد للولايات المتحدة الأمريكية ولم يمثل يوما تهديدا لإسرائيل وبالتالي هناك إذا كان هذا صحيح هناك الآن عملية تجهيز الأرض ميدانيا لفرض تسوية سياسية تراها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا مقبولة لهما وهي بالتأكيد لابد أن تتعارض مع المصلحة السورية إلى أي مدى يمكن لهذا الاتفاق العسكري والاستخباراتي أن يمهد أيضا لأرضية مشتركة سياسيا من أجل الحل في سوريا هذا هو السؤال الكبير ما ترى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أنها ربما تستطيع أن تكون قادرة على فرض هذه التسوية لكن تبقى الكلمة الأخيرة للمعارضة على الأرض يعني هناك أيضا تخوف بحسب تحليلات من أن يؤدي هذا الأمر إلى زيادة شعبية النصرة لأن النصرة أو ما يسمى الآن جبهة فتح الشام هذا الفصيل كان يحذر دائما أن المجتمع الدولي يريد دعم الأسد ولا يريد بأي شكل من الأشكال رغم ما يقوله أيا كان أمام الإعلام لا يريد أن يزول هذا النظام وحقيقة يعني هكذا نظام مهترئ أصبح مصلحة للجميع أصبح مصلحة لروسيا أصبح مصلحة لإيران طبعا تتحكمان بالوضع من الداخل وأصبح مصلحة لإسرائيل التي أعلنت أن الجولان لن يتم التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف والولايات التحدة الأمريكية لم يبقى لها من مصلحة كبرى في المنطقة سوى مصلحة إسرائيل الآن ماذا سيفعل المقاتلون على الأرض طبعا هناك تباين في النماذج التي قد نستقيها موقف الفصائل في درعة يبدو أنه مشجع للمضي روسيا وأمريكا في أجنداتهم ووجدنا نوع من الغضب على صمت درعة ما تعرض له دارية من تهجير في المقابل قد يؤدي هذا الأمر لتعزيز الفصائل التي توصف بالمتشددة أو متشددة فعلا ويؤدي لاستمرار الحرب بطريقة أخرى ولربما حتى بالتحالف مع الأكراد ماذا واقعية أن تبدأ هذه المفوضات ويتم هذا الحل السياسي في مهلة ستة أشهر كما ذكر يعني هذا يعتمد على التفاصيل يعني هناك قضايا كبرى يعني وجدنا نحن عندما تم قبل أشهر فرض الهدن في سوريا كان هناك ارتياح شعبي يعني المواطن السوري يجب أن يشعر بأن هناك تغيير المواطن السوري يجب أن يشعر بأن هناك أفق هناك مستقبل بقاء بشار الأسد ذات الأجهزة الأمنية يعني هذا ما يفسر أيضا لماذا كان في لكم السؤال أعتذر منك سيد منار رشواني لضيق الوقت الكاتب والبحث السياسي منار رشواني من عمان شكرا